السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهنا سهلا بكم في قناتكم قناة الصحة والمطبخ نرد معنا فيديو جديد عن عنواع الافرازات المهبلية في الشهر السامن الافرازات الطبيعية هي سواء الرقيقة شفافة او حالبية اللون ولا رائحة سيئة لها ومن الطبيعي ان تملك المرأة الحامل الافرازات خلال الحمل ولها فوايد ايضا استقال الاحتمال لسبب العدوى وانتقالها من المهبل الى الرحم وتزداد الافرازات مع نهاية الحمل وقد يتخللها مساحات من المخاطر الوردي وهو علامة على اقتراب الولادة وتحدث نتيجة تغير نسب الهرمونات في الدم اثنين الافرازات غير الطبيعية سببها عدوى فطرية تصيب المهبل وتتميز بالمعيارين الاتيين واحد حدوث زيادة غير معلوفة في كمية الافرازات ذات اللون الابيض الذي يشبه الجبن وترافقها مع حكة وتهيك في المهبل ثالثا الافرازات ذات اللون الاصفر او الاخدر وهي سوائل غير طبيعية وسببها في معظم الاحيان احد الميكروبات المنقولة جنسيا رابعا الافرازات الرمادية حيث يسببها في معظم الاحيان البكتيريا وتتميز برائحة قوية خامسا الافرازات الوردية وهي افرازات تكون خلال الحمل لو قد تصبح طبيعية او غير طبيعية وتحدث في بداية او قرب الولادة او عند الاجهاد او سبب الحمل في الموسير في قناة فلوب سادسا الافرازات الحمراء هذا النوع يستوجب المراجعة الفورية للطبيب خاصة اذا اصبح شديدا او يحتوي على خسارات او يترفك مع مغس في البطن والم استتماشى هذه الاعراض مع الاجهاد او الحمل في قناة فلوب وهناك اسباب اخرى غير طبيعية خاصة في بداية الحمل اذ يمثل اشارة الى انغراس البويدة في الرحم او الالتهابات اما في اواخر الحمل فقد يمثل علامة على الولادة المبكرة في نهاية الفيديو لو اعجبكم ياريت تدعملوا بلايك وكمنت وشاركوا فيديو مع اصدقائكم منتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ اشتركوا في القناة